هو علامة عصره الإمام الحافظ عامر بن شراحيل أبو عمر الهمداني ثم الشعبي ولد في إمرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسمع من كبار الصحابة رضي الله عنهم حدث عن أكثر من خمسين صحابية منهم سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو موسى الأشعري وعدي بن حاتم وأسامة بن زيد وأبو هريرة كما حدث عن غيرهم من التابعين كعلقمة والأسود وعبد الرحمن بن أبي ليلى والقاضي شريح وغيرهم كان الشعبي واسع العلم قوي الحفظ وكان مع ذلك أميا لا يقرأ ولا يكتب فعن ابن شبرمة قال سمعت الشعبي يقول ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذا ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته ولا أحببت أن يعيده علي وكان من أعلم الناس وأفقههم قال مكحول ما رأيت أحدا أعلم من الشعبي وقال ابن عيينة علماء الناس ثلاثة ابن عباس في زمانه والشعبي في زمانه والثوري في زمانه كان الشعبي ذا فطنة وفراسة وحرص على الدين مما جعل ملك الروم يوغر صدر خليفة المسلمين عليه طمعا في أن يقتله قال ابن عائشة وجه عبد الملك ابن مروان الشعبي إلى ملك الروم يعني رسوله فلما انصرف الشعبي من عند ملك الروم قال عبد الملك يا شعبي أتدري ما كتب به إلي ملك الروم قال وما كتب به يا أمير المؤمنين قال كنت أتعجب لأهل ديانتك كيف لم يستخلفوا عليهم رسولك قلت يا أمير المؤمنين لأنه رآني ولم يرك فقال يا شعبي إنما أراد أن يغريني بقتلك فبلغ ذلك ملك الروم فقال لله أبوه والله ما أردت إلا ذاك توفي الشعبي سنة أربع ومئة للهجرة على الأشهر ولما بلغ الحسن البصري نبأ وفاته قال إنا لله وإنا إليه راجعون إن كان لقديم السن كثير العلم وإنه لمن الإسلام بمكان رحمه الله ورضي عنه ترجمة نانسي قنقر